تدريب وتثقيف 300 من الرجال أمن حول تطبيق المعايير الدولية للقضاء على الاتجار بالبشار كان موضوع دورة التدريبية التي أقامتها المنظمة الدولية للهجرة بتعاون مع وزارة الداخلية دور رجال الأمن في مكافحة الاتجار بالأشخاص دورة تدريبية لتثقيف منتسيبي وزارة الداخلية حول تطبيق المعايير الدولية للقضاء على الاتجار بالبشر تجارة خطيرة وجدا مهمة في الدور الشرطي أن يكون ملم في أمور المجتمعية كذلك لأن اليوم عندنا الاتجار بالبشر أصبحت هي ظاهرة على المجتمع الأوروبي والعربي بشكل خاص الدورة التي أقامتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية أهلت 300 رجل أمن كفريق متخصص يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية دورة تدريبية تحت مسمى دور رجال الأمن في مكافحة الاتجار بالبشر وهي دورة تدريبية شبه سنوية نعقدها مع وزارة الداخلية الإدارة العامة للتدريب وتجهلهم تحية كبيرة حقيقة شركاءنا الرئيسيين في وزارة الداخلية من خلال اهتمامهم في الاستثمار في العنصر البشري الوطني وتأهيل الكوادر الوطنية بالمعايير الدولية والخبرات الدولية والتي استفادت الخبرات المنظمة الدولية الهجرة في مجالات حقيقة مهمة ورائدة على مستوى العالم وليس فقط المنطقة وهي مكافحة للتجار بالبشر وحقوق الإنسان والعمال الوافدة التقارير الدولية التي أظهرتها منظمة الهجرة العالمية حول الإتجار بالبشر تؤكد أن جميع دول العالم لا تخلو من هذه الظاهرة فهي إما دول مرسلة أو دول عبور أو دول مستقبلة لقناة المجلس أحمد الشمري